وفاق بنت إيصامية بتحب تعمل شي بدون ما تزاعي الربا وأهلا هاي واضح كيف كون؟ وفاق الخيامي من سوريا من دربة كمال أشتا الحديد كان تحدي بالنسبة إلي لأنه هو رياضة صعبة بالنسبة للناس فاخترت إني أنا أكون بهالتحدي وأثبتت حالي أول ما أهلي عرفوني أنا بلعب حديد نزلت ستوري على فيسبوك وأنا عم بحميل فهنا نفكروني بالنادي إن أنا عم بلعب أيرو بيك زونبا ما لنا عرفانين شو طبيعة الشي اللي أنا عم بعمله بالنادي فأنه مواما تفاجد قاتلي إن أنت هم تحملي حديد وحتصا تدهلي إن شو بدك بها الشغلة وعذاب ولا تحملي ومشان ظهرك يعني إحنا كتير نخاف من قصة الحديد إنه قوعك ظهرك قوعك كتبك قلت لي أنا هادي الشي يعني عم بعمله عن دراسة وعن دراية مونو عشوائي يعني أنا عم بتدرب وعن فهم هلأ ردة الفعل للمجتمع هجوم بتفتح السوشان وينديا أول فترة هجوم عليه أنا هادي الشي اللي بحبه وعم بعمله يعني شو ما بكم أحكوه أحكوه مالوها مني يعني رياضة بالنسبة إلي هي شغل حب هي شي هيك باني وباني يعني حسها شخص بفهم علي أنا الإنوستي عندي هي القوة يعني اللي بدن تكون قوية هي من جوة شو ما أخذت إلي رياضة من إنوستي أبداً بلعف الزادة أي شي انت بتعمليه من قلبك وبتكوني صادقة فيه هو بينجا